أعلن البنك الدولي أنه يعتزم تقديم مساعدات إلى تركيا بقيمة مليار وسبعمائة وثمانين مليون دولار لتمويل أعمال الإغاثة والتعافي من آثار الزلزال وأوضح البنك أنه سيتيح سبعمائة وثمانين مليون دولار لأنقرة على الفور مضيفا أنه يجري إعداد مساعدات بقيمة مليار دولار أخرى لأعمال التعافي وإعادة الإعمار في تركيا إلا أن ترتيبها سيستغرق مزيدا من الوقت أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام في تصريحات الغد على سرعة تحرك حكومة بلاده لدعم الأشقاء في سوريا عبر تشكيل هيئة لإدارة الكوارث وأشار سلام إلى أنه تم اختيار نخبة من المهندسين اللبنانيين في الدفاع المدني والجيش اللبناني للمساهمة في عمليات الإنقاذ نحن بتوجهات مجلس الوزراء وبقرار من مجلس الوزراء قررنا فورا يعني من دون تردد ولا لحظة أنه بمد يد العون والوقوف جانب الشعب الشقيق السوري وأيضا تركيا وفورا نظمنا هيئة إدارة للكوارث ونقنا نخبة الخبراء والمهندسين في الدفاع المدني والجيش اللبناني وفوج الأطفاء وبدأوا عمليات إنقاذ يعني خلال 48 ساعة فعلا نموذجية عكست فعلا هذا اللحمة التي لا يمكن تفرقتها بين الشعب اللبناني والشعب السوري وبين الشعب اللبناني والشعب التركي بس بالأخص الشعب السوري كونه دولة عربية شقيقة وأصداء إيجابية جدا ونحن حنواصل هذا العمل قرر الرئيس التونسي قيس السعيد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق واجدد التاكيد على وقوف الشعب التونسي إلى جانب الشعب السوري المتضرر من الزلزال كما أكد سعيد في تصريحات له أن سيادة الوطنية فوق كل اعتبار وأن تونس كما أنها لا تقبل بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول لا تقبل كذلك بالتدخل في شأنها الداخلية مشيرا إلى أن الأزمة السورية شأن داخلية هم السوريين بمفردهم على حد تعبيره قال النائب سازجين تانري كولو العضو بالبرلمان التركي عن دائرة ديار بكر قال إن ديار بكر هي الأكثر تضررا من الزلزال وتحتاج أكثر من غيرها لرعاية الحكومة علاوة على الدعم الدولي إن مقارنتنا ببعض الولايات الأخرى في تركيا تكشف أن لديها وفيات أقل لحدود الساعة ونحن الأكثر تضررا لذا نحن نأسف لهذه الكارثة ونبدي تعاطفنا مع عائلات الضحايا موقعنا على هذا الحزام الزلزالي جعلنا نفقد الآلاف من مواطنين وهناك آخرون ينتظرون إنقاذهم حتى الآن روى ناجون من الدمار في مدينة إدلب السورية معاناتهم بعد سقوط مبنى مؤلف من ستة طوابق وموت عائلات بالكامل ونزوح جيران الأبنية المدمرة جراء الزلزال ثلاثة ايام جراء الزلزال ما نجم البناء غير ثلاثة أشخاص بناء مكوة من ستة طوابق في ستة عائلات نجم ثلاثة أشخاص ونضرعنا بالبيوتنا وهيكي شوفيت عينك حلق مثل ما كون شايفين البناء المدمر كون شايفين هون ما أنا الأخ شايف حضرتك جار البناء المدمر نعم وشايفك عبتنزح ننزح والله عبتنزح على البري عندي عيال أنا في بريها الطيتون وعندي معاقين قال وزير الصحة السوري حسن غباش إن حجم كارثة الزلزال في سوريا كبير وتداعيات الكارثة ستكون طويلة الأمد هذا وناشد غباش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمانة العامة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل المنظمات الأممية لمد يد العون إلى سوريا لمواجهة الكارثة الإنسانية مطالبا برفع الحصار عن الدولة والشعب السوري حاجة القطاع الصحي بالدرجة الأولى بكل تأكيد هو التجهيزات الكبيرة هذا ما ذكرته اليوم طلبه من منظمة الصحة العالمية وهذا ما أذكره كطبيب لما تنتشع المصاب من تحت الأنقاب في كارثة كما التي حلت بنا أنت بتحتاج أن تصوره بأجهزة بأهزة السمن لتوصل لتشخيص دقيق لتقدر تساوي له إجراء جراحي صحيح ما أنه الموضوع هو يعني عم نطلب وجود هذه التجهيزات الكبيرة والمكلفة ما عم نطلب وجودها ترف والجميع يعلم ذلك والأطباء يعني الكلمين زار سوريا وزار مشافينا يعرف هذا الكلام موضوع المشافي أكيد نحن بنحتاج لمشافي لأنه كثير من البنية التحتية في القطاع الصحي دمرت كلكم شاهدتوا لدينا كان يعني مشافي أورام يضاعي مشافي أورام كبيرة في العالم لحلب كيف تم تفجيره بالكامل أكيد نحن هذا بيحتاج لسنوات والأموال طائلة نحن نحن نحكي على الحاجة الطارئة الحاجة الطارئة هي التجهيزات الطبية الأساسية إضافة للتجهيزات الطبية الطارئة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيعمل على إكمال عمليات إعادة الإعمار في المدن المنكوبة ببلاده خلال عام واحد وإنه سيصرف مساعدات مادية للمتضررين وعضف أردوغان أن مئات آلاف الأشخاص يشاركون في جهود الإغاثة وأنه وجه كل أنواع الفرق والمركبات من جميع أنحاء تركيا إلى منطقة الزلزال اعتبرت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني أن المبالغ المؤمنة على المنازل في المناطق المتضررة جراء الزلزال قد تصل إلى مليار دولار مشيرة إلى ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستبدأ موحثات مع اعضاء مجلس الامن لبحث امكانية التوسع في ايصال المساعدات الى سوريا من الاراضي التركية جاء ذلك بعد ان اعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش عن امله في ان يأذن مجلس الامن بفتح نقاط عبور حدودية جديدة بين تركيا وسوريا لايصال مساعدات انسانية اممية الى ضحايا الزلزال في وقت فتح حاليا معبر واحد فقط الازمة الانسانية في سوريا كانت بالفعل تسوء بزيادة الحاجات منذ صراع والامم المتحدة بدلت كل الجهد لكي تقوم بالاستجابة نحن ننشر خبراء التقييم والكوارث وننصق فرق الانقاذ ونوفر المساعدات وكذلك الاشياء التي تنقذ الارواح نحن متزمون بالفعل بالمزيد لذلك مارتين جريفث منصق المساعدات الخاصة بالطوارئ سيزور المناطق المتأثرة بالزلزال هو بالفعل في تركيا وسوف يزور ادلب ودمشق كي يتعرف على سبل توصيل الدعم والافراد الى المناطق المتضررة اكد مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا جير بيدرسون ضرورة فتح جميع المعابر الحدودية لتسهيل عبور المساعدات الى شمال غربي سوريا مشيرا الى ان هناك الكثير من الاشخاص لا يزالون تحت الانقاذ في البرد القارس الشعب السوري يعاني ومعاناته تتعقد بسبب الكثير من الازمات المساعدات التي يتم تزويد الشعب السوري بها ليست كافية والمدنيون في حاجة مسى الى المساعدة على الحدود وفي كل مكان في اسرع وقت وباكثر الطرق فاعلية استجابة الطوارئ لا ينبغي ان يتم تسيسها ويجب فتح جميع المعابر الحدودية لتسهيل عبور المساعدات الى شمال غربي سوريا ما زال هناك الكثير من الاشخاص تحت الانقاذ في البرد القارس والمدن السورية تحتاج الى فرق الانقاذ المدربة والكثير من المساعدات قال المتحدث باسم ادارة معبر باب الهوى مازن علوش ان ادارة المعبر تواصل المحادثات مع الجانب التركي لتسهيل دخول المساعدات الانسانية الى المتضررين في الشمال السوري واضاف علوش في تصريحات للغد ان الايام المقبلة ستكون افضل بعد وعود اممية بارسال المساعدات الى سوريا هناك تنسيق بشكل يومي بيننا بين الاخوة الجانب التركي مساء اليوم كانوا منيلك جلسة بين الاخوة في ادارة المعبر والسيد والي معبر تيل فاكوز في تسليل العقبات لامام دخول المساعدات في الايام القادمة بشكل اكبر الاخوة الاتراك بعد تحمولهم لصدمة اولي عادوا للعمل بشكل جيد اليوم كانوا منيلك موقف جيد منهم بدأوا بادخال المساعدات الامامية في اضافة للمساعدات من الجمعيات الخيرية التركية ربما انتشهد خلال ايام القادمة ان يكونوا منيلك الوضع افضل بعدما تم وعدنا من الامام المتحدة بادخال كميات جديدة وكبيرة من المساعدات لأهلنا المنكوبين في المراقب في التمار الغرب سوريا طبعا ما عاد ذكر ان الدول الحقية دول العالم تناسة مأساة السوريين مقاطنين في مواطق خارج في طرد نظام الاسد هذه المواطق هي منتوبة وهي تحملت الأكبر من الزلزال نشرة الأخبار من قناة الغد في القاهرة أهلا بكم والبداية مع آخر مستجدات تداعيات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا حيث تتواصل جهود الإنقاذ في كل من سوريا وتركيا وذلك بحثا عن ناجين تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي أودى بحياة نحو 22 ألفا إضافة إلى نحو 77 ألف جريح يسابق رجال الإنقاذ الزمن لانتشار المحاصرين تحت الأنقاض في ظل ظروف صعبة وسط تضاؤل الآمال في العثور على ناجين